للمرة الثالثة تستهدف ميليشي الحوثي موانئ نفطية تابعة للحكومة هذه المرة كان ميناء قناة تجاري الواقع بمحافظة شبوى في مرمى الطيران المسير هذا الاستهداف يأتي بالرغم من المواقف الدولية المنددة ووعود الحكومة بالرادع كما يأتي أيضا في وقت يسعى الوسطاء الإقليميون والدوليون لتجديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي تقول ميليشي الحوثي إن قواتها أفشلت مع تبرتها محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قناة على حد زعمها أما في المقابل حذرت الحكومة من تداعيات هذه الهجمات على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية وقالت في بيان إن الهجوم الإرهابية على ميناء قناة التجاري يعكس الوجه العدواني لهذه الميليشيا في مخالفة واضحة لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب الاقتصادية الهجوم الحوثي على ميناء قناة التجاري أتى بعد نحو ثلاثة أسابيع من شن هجوم على ميناء النشيم والضب النفطيين في شبوى وحضر موت وهي الهجمات التي دفعت مجلس الدفاع الوطني لأول مرة لإصدار قرار قضى بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لكن هذا المجلس والحكومة لم يثبت جاهزيتهما للتصرف استنادا إلى هذا القرار من استحقاقات واجبة التنفيذ وفي طليعتها الاتكاء على القوة العسكرية والتعاطي مع الحوثيين بصفتهم قضية أمنية والاستعداد لإخراجهم من المشهد السياسي السلوك الطائش لميليشيا الحوثي لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني وإنما يعد تحديا لكل متطلبات الاستقرار وهو ما يستدعي وضع سياسة المواجهة معها اشتركوا في القناة